فإذاً مثل ما حكينا بالفيديو الماضي بعد ما قمنا بتثبيت البيهول وقمنا بتثبيت الانباوند وقمنا بإنشاء اللوكل دومين أو النطاق الخاص بالخدمة اللي عمالي استخدمها باستخدام البيهول اليوم صار وقت أن ننضيف الـ SSL Certificate أو أن ننضيف الـ HTTPS على كافة الخدمات اللي عمالي استخدمها على السيرفري المنزلي العملية رح تكون بكل بساطة هي أنه رح نثبت الـ Engine X Proxy Manager كـ Reverse Proxy لحتى نقوم بعملية تحويل كافة النطاقات أو كافة الترافك من البروتوكول سواء كان الـ HTTP للخدمة اللي عمالي استخدمها رح نمررها إذا كانت عمالها تستخدم الـ Port 80 منمررها للـ Engine X Proxy Manager اللي متل ما حكيت عماله يقوم بوظيفة الـ Reverse Proxy لحتى تطلع على الـ Port 443 بمعنى HTTPS مشفر الـ Engine X Proxy Manager رح نقوم بتثبيته باستخدام Docker هلا أنا باعتبار أنه كل الشغل عمالنا نعمله على ديبيان فرحت مع الطريقة الرسمية المشروحة على documentation Docker لتثبيت Docker على ديبيان ما ثبتتوا بالطريقة من المستودعات مباشرة لحتى يكون في عندي آخر إصدار أكيد الرابط رح يكون بسندوق الوصف فأول الشي خلينا لو ألقينا نظرة على موقع الـ Engine X Proxy Manager.com رح نجي لقسم الـ Setup ورح نجي ما رح روح مع Running the App وإنما رح روح مع Advanced Configuration بهذا القسم أول شي رح أعمله رح أنشئ مجلد أو directory خاص بالـ Engine X Proxy Manager أنا كل خدماتي بحطها بمسار slash USR slash local أنت بدك تحطها بالـ Home Directory بدك تحطها بالـ slash SRV حطه بالمكان اللي بدك يا أنا شخصيا برتاح مع مسار slash USR slash local فإذا خلينا نجي للترمينال طبعا مسار USR local لازم يكون مع صلاحيات سودو إنشاء المسارات ضمنه فرح نقل له sudo mkdir slash USR slash local slash وأنا رح سمي المسار لـ Engine X Proxy Manager NPM رح نقل له أوكي أوكي فإذا رح نجي للـ Setup Instruction ورح نقل له الفل Setup Instruction لأنه رح قوم بإنشاء two containers الأول اللي هو فعليا الـ MPM والتاني قاعدة البيانات هلأ قاعدة البيانات إذا ما بدك تقوم بإنشاءها أو عندك واحدة جاهزة ممكن إنك تستخدمها بس نحن باعتبار إنه على هاي الماكينة ما في عنا أي قاعدة بيانات فرح نستخدم الماريا دي بي بدك تستخدم أي قاعدة بيانات تانية استخدمها هو على الموقع مستخدم قاعدة بيانات خاصة فيه موجودة على نفس الريبو الخاص بمطور الـ Engine X Proxy Manager بس نحن رح نستخدم ماريا دي بي بالإصدار 10-6 من الريبوزيتري الخاص بالماريا دي بي طبعاً هذا الكلام راجع إليك بس قبل ما نقوم بإنشاءها لو لاحظت إنه بالدكر كومبوز فايل هو آين بإنشاء two volumes اللي هنن ال-data وال-let's encrypt فخلينا بالبداية نقوم بإنشاء هدول المسارين فخلينا قوي شي نقل له cd-usr-local-npm ورح قل له sudo make-dir-data ورح نقل له sudo make-dir-lets-encrypt أنا إنشأت هدول المجلدين بالبداية لحتى أقوم بتعديل صلاحيات الوصول إليهم لأنه حالياً هدول المجلدين مملوكين من قبل المستخدم root أنا بدي خليهم مملوكين من قبل المستخدم اللي قام بإنشاءهم اللي هو بحالتي أنا المستخدم هشام فرح نقل له sudo ch-on-r لحتى يكون recursive رح قل له شو اسم المستخدم نقطين شو اسم l-group وبعدين رح قل له l-data ورح عيد نفس العملية لل-lets-encrypt هلا لو قلت له l-s-la رح شوف إنه l-data وال-lets-encrypt مملوكين من قبل المستخدم هشام وال-group هشام هاي الخطوة ضرورية لحتى أضمن إنه تم عملية كتابة البيانات بشكل صح هلأ بحالة قاعدة البيانات ما رح قوم بإنشاء المجلد هو بعدين رح يقوم بإنشاء مجلد اسمه my-sql أنا ما رح قوم بإنشاء هاد المجلد وما رح غير له صلاحياته بس بحالة ال-engine x proxy manager لازم إنه قوم بهاي الخطوة فخلينا هلأ ننسخ المحتويات اللي موجودة ضمن هاد الملف طبعا وقت اللي ميكون عماننا نتعامل مع ملفات yaml ضروري جدا ننتبه للفراغات أو للمحازات لكل سطر من الأسطر لأن إذا ما كانت مضبوطة بشكل صح فرح يعطيني errors أثناء تشغيل ال-container فهلأ أنا نسخة الملف فرح نقل له sudo vim ou nano docker-compose.yml ورح نقوم بلصق كافة المحتوى اللي نسخنا هلأ بهذا الملف لازم إني أعمل شوية تعديلات هلأ أول شي أنا بحب دائما إني سمي ال-containers اللي عندي هلأ بهذا بال-app بال-docker الأول بال-container الأول اللي هو فعليا engine x proxy manager رح أجي لتحت restart على سبيل المثال ونقل له container underscore name نقطتين space ورح سميه npm هلأ رح إجي للمارية db أول شي مثل ما حكيت أنا بدي أغير ال-image اللي عماله يستخدمها ما بدي أستخدم الخاصة بمطور ال-npm وإنما بدي أستخدم ال-official من مارية db فرح أغير الكلام الموجود ضمن ال-cutation رح نقل له مارية db نقطتين وقلت بدي أستخدم الإصدار 10-6 أنا اخترت هذا الإصدار لأنه هو بالأساس بال-documentation عم يقل لي أنه الإصدار الأقل لمارية db اللي ممكن أني أستخدمه اللي هو الإصدار 10-2-7 فأنا اخترت الإصدار 10-6 هلأ الأشياء الثانية اللي بدي أغيرها بهذا الملف اللي هي ال-password الخاصة بال-db mysql password هلأ أنا بهذا الفيديو ما رح غيرها بس طبعا لا تستخدم npm حط كلمة سر معتبرة حط كلمة سر طويلة جدا أنت ما رح تكون محتاج أنك تدخل هاي الكلمة بس حطها لازم تكون قوية جدا لتحمي قاعدة بياناتك فرح نغير كلمة السر اللي موجودة بهذا السطر ورح نغيرها كمان بالسطر اللي موجود بال-root password mysql root password وال-mysql password هاي الكلمات اللي ثلاثة لازم تكون كلمات بقوية جدا طبعا هلأ أنا وقت اللي أمت بهاي الأمور طبعا إذا لاحظت لسه بال-container الخاص بال-mpm أنه فتح عندي أو رح يقوم بفتح البورتات 80 والبورت 443 والبورت 81 البورت 80 اللي هو بورت HTTP غير المشفر والبورت 443 هو بورت HTTPS المشفر والبورت 81 اللي هو خاص بالصفحة اللي رح نستخدمها ال-admin web page اللي رح نقوم عن طريقها بإنشاء كافة ال-configuration نعمل كل الضبط عن طريق صفحة ال-web بهاي الحالة أنا تشايف أنه لازم هاي البورتات اللي ثلاثة تكون متاحة عندي ما تكون مستخدمة من قبل أي service تانية هلأ عندي لسه قبل ما أقوم بعملية أني شغل ال-container هلأ أنا رح أحفظ الملف وأطلع منه بس لحتى مثل ما حكيت أنه كل الخدمات الإضافية سواء كانت موجودة ضمن containers ولا أنا قايم بتثبيتها بشكل native بدي مررها لل-engine proxy manager فبحالة ال-containers رح كل container بال-docker بيقوم بإنشاء شبكته الخاصة إذا ما وديتوا لشبكة ال-engine proxy manager ما رح يقدروا يتواصلوا مع بعض فأنا لحتى سهل حياتي رح قوم بإنشاء شبكة واحدة على ال-docker وهي الشبكة بعدين بوديها لكل ال-containers اللي موجودة عندي فرح نقول له docker طبعاً أنا ما عملي استخدم sudo لإني ضايف المستخدم لمجموعة docker فرح نقول له docker network create ورح أعطيها اسم ورح نسميها proxy أنت بتسميها الاسم اللي بدك يعه فهلأ أنا أنشأت شبكتي اللي جديدة وبحالة ملف ال-docker compose لو قلت له ls dash la رح شوف إنه ال-docker compose مملوك من قبل المستخدم root أنا لحتى أكون قادر أني عدله بدون ما استخدم ال-password رح قوم وغير المالك لهذا الملف مثل ما عملت بحالة مجلد ال-data ومجلد ال-lets encrypt رح غير المالك فرح نقول سودو change on dash r ما في داعي ال-dash r رح نقول هشام نقطين هشام وال-docker compose طيب نحن بعد ما قمنا بإنشاء هاي الشبكة اللي سميتها proxy بدي قوم وضيفها لكافة ال-docker لكافة ال-containers اللي عندي لحتى يكونوا قادرين انه يوصلوا لها فلو رجعنا لملف Docker compose فرح نقول vm docker dash compose هلا انا شايف انه هاد الملف متل احكيت من لحظات عماله يستخدم ال-portat 804 4 3 8 1 بس هدور رح يكونوا على ال-bridge او ال-host network اللي بتم انشاءها وقت اللي بسبت ال-docker انا بدي استخدم ال-network او الشبكة الخاصة في فرح ايشي لنهاية هاد الملف ورح ضيف قسم جديد لازم اني انتبه لمسألة المسافات فهاد رح يبتدي تحت بنفس الكلام او العمود اللي موجودة في ال-image اللي قبلها او ال-container اللي قبلها اللي هو ال-DB فرح نقول network نقط رح نجي لسطر جديد ورح نقول له شو اسم الشبكة اللي قمت بانشاها انا بدي استخدم الشبكة نفسها ل-two containers اللي موجودين بهذا ال-compose فايل فرح نقول default نقط رح نيجي لتحت هاي الشبكة باعتبارها خارجية انا قمت بانشاها بشكل خارجي فرح نقول external نقط true طيب شو اسم الشبكة بانشاها فرح نقول name نقط وكان اسمها proxy هات كل الكلام اللي بدي اعمله لكل ال-containers اللي رح قوم بانشاها بالمستقبل او اللي موجودة عندي طبعا في حال كنت عمالي استخدم Docker compose اذا كنت عمالي استخدم Docker run رح نشوف هاي الكلام بعض لحظات فهلا رح نقول Docker compose up شوف اذا كان رح يعطيني اي errors او لا عماله يعطيني error فاذا في عندي مشكلة بالspaces فهاد لازم يكون ببداية السطر ما في قبله اي spaces تمام لانه هو موجود تحت services وليس تحت ال-container فهو ما في عندي اي spaces هلا لو حفظت هاد الملف ورجعت لل Docker compose رح شوف انه ابتدى يسحب الصور اللي هن صورتين القاعدة البيانات وال MPM رح يسحب هون ويقوم بتشغيل ال-containers طيب شايف انه ال-container فشل لانه يشتغل بس لو جيت واريت ال-error اللي عطاني بنهاية ال-output شايف انه ال-port 80 already in-use ليش هاد الكلام لانه متل ما حكيت بالفيديو الماضي انا عمالي سبت كل الخدمات او كل ال-containers على نفس الجهاز او نفس الماكينة الافتراضية وال-pie hole وقت اللي سبتنا هو قام بانشاء ال-web server او قام بتثبيت ال-web server اللي هو light http و فعليا عماله يستخدم ال-port 80 هلا انا ممكن اني غير اما ال-port 80 الخاص بال-pie hole حطه ل-port تاني او غير ال-port 80 الخاص بال-engine x proxy manager بس الافضل اني غير اني خلي ال-port 80 محجوز لل-engine x proxy manager لحتى ما يكون مضطر اني حط شو هو ال-port كل مرة بدي افتح الموقع تابعي يعني يعني تعديله على ال-pie hole افضل من تعديله على ال-engine x proxy manager هلا بالاعتماد على الطريقة اللي ثبتت فيها ال-pie hole سواء كان التثبيت اليدوي باستخدام ال-script او اذا كنت مثبتها ك-container ك-docker container فعملية تغيير ال-port رح تختلف هلا انا على هذا الجهاز نثبتها بشكل يدوي فلازم اني غير ال-port 80 الخاص بال-light http فرح نجي ونقل سودو vim slash etc slash light ttpd و light ttpd dot conf بهذا القسم بهذا الملف في عندي قسم اللي هو server dot port وشايف انه مستخدم ال-port 80 فرح غيره لأي port تاني انا بعرف انه ال-port 33 ما مستخدم ابدا بعد ما غيرته رح نرجع ونعمل اعادة تشغيل لهي service اللي هي light ttpd فرح نقل sudo system ctl restart light ttp light ttp dot service اوكي هلا لو رجعنا وشغلنا ال-docker compose رح نشوف انه اشتغل مباشرة وما عد في عندي اي مشكلة تعارض بين ال-two ports صاروا شغالين نفس هاد الكلام رح ينطبئ على بالفيديو الماضي حكيتها بين ال-port 53 الخاص بال-buy hole وال-port 5335 الخاص بال-end bound النقطة اللي لسه ما غطيتها اذا كنت عمالك تستخدم ال-firewall ال-UFW على سبيل المثال فكل هاي البورتات ال-port 80 وال-port 443 وال-port 5-3 وال-port 5300 و-35 هاي البورتات ال-اربعة لازم انك تكون عامل لها الاو على الماكينة على الجهاز اللي عمالك تستخدمه هلا في عندي لسه ال-port 80 وال-port 443 هدول لازم يكونوا مفتوحين على ال-rauter اللي عندك على راوترك سواء كنت عمالك تستخدم راوتر واحد كنت عمالك تستخدم اكتر من راوتر لحتى توصل للانترنت الخارجي لازم انك تفتح هاي البورتات ال-port 80 وال-port 443 لحتى توصل لهاي الخدمات من خارج شبكتك المحلية اذا ما بدك تستخدمهم برا البيت تستخدم الخدمات برا البيت فخلي هاي البورتات مغلقة للخصوص للامان طبعا هلا انا ما رح افتح اي بورتات ورح اوصل لهاي الخدمات من مر البيت طبعا هاد موضوع الفيديو الثالث هلا متل ما اللي شايف انه تقريبا صارت عندي ال-docker شغال ال-container شغال فلو اشينا وجربنا انه ندخل بالمتصفح رح نقل له local host نقطين متل ما شفنا البورت اللي كان مستخدم للويب يو آي كان ال-81 متل ما اللي شايف طلعت عندي واجهة ال-engine x proxy manager هلا ال-email وال-password اللي موجود اللي لازم اني حطهم بالبداية رح يكونوا admin at example dot dot com وال-password رح تكون change me هدول موجودين بلاقيهن بال-instructions بالموقع الخاص بال-engine x proxy manager رح يكون admin at example dot com و change me رح نقل له sign in ما بدي احفظها هلا رح حط الاسم طبعا ال-email رح نغيره رح خليها ك-administrator و-admin بس رح حط ال-email اللي بدي استخدمه انا عملي استخدم ايميلي الخاص على ال-proton بس انت اذا بدك تستخدم ايميل خاص بس ال-engine x proxy manager في عندي عدة اقسام فيها في عندي ال-dashboard في عندي ال-host اللي رح نشتغل فيها لحط نضيف كافة خدماتنا نضيف كافة ال-domains رح يكون بقسم ال-proxy host في عندي ال-access list ما رح ادخل لها في عندي ال-ssl certificate رح نرجع لها بعد شوي وفي عندي ال-settings في عندي audit log في عندي ال-users هلا نحنا ال-ssl certificate وال-host رح اجي ال-proxy host ومتل ما اللي شايف في عندي زر كبير اخضر بكتوب عليه add proxy host رح نضغط عليه ورح نيجي بدي اول شي ضيف ال-engine proxy manager اعمل لها اعمل لها اعمل لها دومين خاص فيها فرح نسمي npm dot الفيديو الماضي سمينا ال-py hole كان ال-py hole dot nofara dot local هلا انا رح غير هاد الاسم لاني متل ما حكيت او رح غير ال-sub domain لانه في عندي دومين انا حاجزه اللي كان هو nofara dot xyz طبعا انا بدي استخدم هاد الدومين الفعلي لحتى بالخطوة اللي بعدها احصل على ال-ssl certificate رح dot nofara dot xyz رح نضغط enter هلا رح خلي ال-scheme رح هاد اللي مستخدم ال-port 81 ولكن في حالة ال-forward host name او ال-ip باعتبار انه انا ثبتت ال-engine x proxy manager ك-container وانا بشكل متعمد حطيت له ال-container name سميتها npm فهون ما في داعي اني حط ip مباشرة رح حط اسم ال-container اللي كان npm وال-port اللي كان 81 هلا بحالة ال-block common exploits رح نفعلها وال-cash assets وال-cash assets كمان رح نفعلها هلا ال-web socket بالاعتماد على الخدمة اللي عمالك تستخدمها او اللي بدك تعمل لها ال-reverse proxy ممكن انك تحتاجها وممكن انك ما تحتاج ال-web socket بحالة ال-engine x proxy manager انا ما بدي اياها ال-ssl رح نرجع لها بعد شوي بس خلينا اول شي نقل له save ونحاول انه ندخل لهذا الرابط الجديد رح شوف انه ما اشتغل عندي طيب ليش ما اشتغل انا قمت بانشاؤه بشكل صح لاني لازم اني ضيف هذا الدومين على ال-dns server على ال-py hole فلو رجعنا ال-py hole ورح نجي ونقله ونضف لي دومين جديد اللي كان npm dot نوفرة dot xyz او xyz ورح استخدم ip الجهاز اللي انا قمت بتثبيت ال-engine x proxy manager عليه البرجع وبكرر انه انا اليوم عمالي اعمل كل هاي الخطوات على نفس الجهاز فرح استخدم نفس ال-ip رح نقله ctrl c و ctrl v او ما اشتغل لانه نحن غيرنا ال-port لال-port 383 فرح نرجع ونقله pi hole هلأ هون رح نقط 8 3 admin هلأ اشتغلت شايف انا هادي السبب خليت ال-port 80 خاص بال-engine x proxy manager فهلأ رح نرجع ال-local dns هلأ لو قلقيت نصرة خلينا نرجع ونضيف الدومين الخاص بال-npm dot nofra dot xyz هلأ رح نقلله add ورح شوف انه انضاف عندي خلينا نرجع ال-engine x proxy manager ونحاول انه ندخل على هذا الرابط ورح شوف انه اشتغل عندي مباشرة بس لسه غير مشفر لسه http فخلينا ندخل بال-email وال-password الجداد اللي حطينا هون ولو اجيت ال-proxy hosts رح شوف انه الدومين اللي حطيته بعده موجود طبعا انا داخل منه بس هلأ بتضيف عليه التشفير او ال-ssl certificate فرح روح لقسم ال-ssl certificate رح اضغط على الزر الكبير اللي هو add ssl certificate متل ما اللي شايف رح يطلب مني بالبداية اني ضيف ال-domain name او ال-domain names هلأ هون رح يدخل عندي موضوع ال- wild card وليش بدي استخدمهم هلأ انا اذا كان في عندي بس خدمة واحدة او application واحد وفي عندي بس domain واحد فانا رح حط ال-domain وما في داعي اني استخدم ال- wild card بس اذا كان في عندي لسه ما بعرف شو هي الخدمات اللي بدي ضيف ها فبهي الحالة بالمستقبل انا بدي روح وضيف خدمات جديدة وما بدي اقوم واحصل على شهادة جديدة شهادة ssl جديدة لكل sub domain وبضيف فبهي الحالة انا رح عرف ال-domain ال- ال- الرئيسي وبعدين اضيف sub domains فلهذا السبب رح نجي لعرف ال- wild card رح تبتدي بالنجمة بالبداية بعدين dot ال-domain اللي انا شاريه طيب هلأ بهذا الشكل لو قلتله I agree to let's encrypt terms of service قلتله save رح شوف انه عطاني error لحتى استخدم ال- wild card لازم استخدم ال- dns challenge فرح حدد ال- dns challenge او رح فعلها هون شايف انه طلي في عندي اكتر في عندي ال- dns provider في عندي اكتر من واحد ممكن اني استخدمهم هلأ اذا كان الموقع اللي شاري ال-domain منه بقدم لي ال- lpi فرح استخدمه مباشرة مثل ال- name cheap اللي انا مو للأسف بس هو بقدم لي ال- api بس المتطلبات اللي طلبها لحتى اني استخدمها ما لها محققة بكاملها عندي فلهذا السبب انا اضطريت اني انقل بس ال- name server وليس ال- domain بالكامل ل cloud flare بس انت ما لك مضطر انك تستخدم ال- cloud flare اذا بدك تستخدم ال- cpanel استخدمها بدك تستخدم ال- digital ocean استخدمها كلهم بقدموا لي ال- api فهلا انا رح اختار ال- cloud flare لانه لقيته الاسهل هنني الكل سهلي ما فيها اي تعقيدات طيب بعدها رح شوف انه عماله يطلب مني ال- api او dns cloud flare api token هلا هذا الرقم اللي انا بدي استبدله اللي بدي استبدله بس من وين رح جيب هذا ال- token طبعا بالبداية لازم انك تنشئ حساب على ال- cloud flare وانشاء الحساب مجاني ما بيطلب منك اي شي للاستخدام الشخصي هلا انا already ضايف ال- domain اللي رح نستخدمه بفيديو اليوم بس رح نشوف كيف ممكن انك تضيف domain جديد فرح نقل له add site ورح ورح يطلب مني ان يدخل شو هو ال- domain اللي بدي انقله ورح قل له add ورح روح مع الخيار المجاني مع ال- plan ال- free فهلا رح نيجي لقسم ال- plan ورح اختار ال- free ورح نقل له continue هلا بعدها طلي عندي اني لازم هلا هو عمال يدور على ال- dns records اللي موجودة مع هات ال- domain اذا كان في اي records انا ما بيهمني لاني بالاساس بس بدي انا كل اللي بحاشته هو ال- api token key ولحتى قدر استخدم ال- api لازم يكون في عندي domain لهذا السبب عمال يقوم بكل هاي الخطوات فهلا رح اتجاوز هاي الخطوة انا كل هاي ال- dns records ما بتهمني اللي بدي اللي بيهمني هو هدول ال- name servers اللي موجودين بأسفل الصفحة طبعا عملية نقل ال- name server من الموقع اللي شاري منه ال- domain تختلف على حسب ال- domain على حسب ال- registrar او الموقع بحد ذاته بحالة ال- name cheap فهي بمجرد اني روح ال- domain او الموقع اللي عندي ومن هون رح ايجي ل- name servers ورح بدلها من ال- name cheap basic dns ل- custom ورح ايجي انسخ ال- name server الاول عمله paste ورح ايجي ل- name server التاني وعمل له كمان عملية paste هلا عملية ناقل ال- name server ممكن تاخد لغاية ال- 24 ساعة بس هي بالاغلب ما بتتجاوز الساعتين لل- 4 ساعات فلهذا السبب انا كنت ناقل ال- name servers لل- domain التاني لحتى نختصر الوقت هلا تستنى مثل ما اللي شايف قال لي انه ممكن تاخد لحدود ال- 48 ساعة طيب رح نستنى ال- 4 ساعات او ال- 24 ساعة او ال- 48 ساعة لحتى يقوم بنقل ال- name servers هلا انا باعتبار انه في عندي واحد موجود هون رح ايجي لقسم ل- cloud flare ورح ايجي ل- my account رح ايجي ل- my profile ومن ال- my profile رح ايجي ل- API token ورح قوم بانشاء token جديدة رح ايجي للقسم اللي موجود في عندي create token ورح اختار انا اللي بدي اختاره اللي بيهمني بهذا الفيديو هو edit zone dns فرح نقل له use template ورح قل له شو هي الزون او الدومين اللي بدي استخدمه سواء هلا بالنسبة للزون او للخانات الاولى ما رح استبدلها بس في عندي الزون resources هون رح قل له بدي استخدم كل الزون او كل الدومين اللي موجودة بحسابي على cloud flare ولا بدي استخدم زون محددة فرح ايجي وقل له اما بقل له all zones او الزون اللي بدي هال specific zone فهلا لو قلت له ال specific رح نختار واحد من اللي من اللي امت بي اضافته لحسابي على cloud flare انا اخترت الاول لانه التاني لسه ما تم نقله وبعدين رح قل له انه continue to summary طبعا لو كان بدي اعطي اسم لهي التوكن فممكن اني اعطيها اسم ورح قل له create هلا رح انسخ هاد التوكن ورح ايجي وحطه بالخانة الخاصة فيه ورح نقل له save هلا ممكن انه تاخد عدة دقايق وممكن انه تفشل بمرحلة الاولى هلا اذا فشلت رح نشوف كيف ممكن انه نحلها هلا طالما انه عمله بروسسنج يعني شكلها رح تنجح العملية طبعا هاي السرتيفيكات اللي عمنا نقوم بانشاءها صالحة لكل السب دوميس مثل ما اللي شايف انه نجحت لانه قدر يعمل ومثل ما اللي شايف عماله اللي انه let's encrypt cloud flare هلا هاي اللي صار بدي استخدمها بالدومين الاساسي اللي عندي فرح نرجع للبروكسي اللي عندي ورح اضغط على زر اللي ثلاث نقط ورح نقل له edit رح ايجي لقسم الاساسل ورح اختار السرتيفيكات او الشهادة اللي قمت بانشاءها اللي كانت خاصة بالسب دومين هلا بدي اقل له force اساسل هاي الكلام راجع الي بدي فعل http to support انا رح اقل له force السل ورح نقل له save هلا بحالة ال hsts enabled هاي خاص بالابليكيشن اللي عمالك تستخدمه بحالة ال npm او engine x proxy manager ما رح فعلها next cloud بيطلب منك انك تكون مفعلها فرح نقل له save خلينا نشوف هلا لو رجعت ودخلت على هاي الموقع رح يطلع عندي encrypted لاحظ صار في عندي الاشارة ال f الموجودة ولو ضغطت عليها رح شوف connection secure ولو ضغطت عليها رح شوف انه verified by let's encrypt اللي ضل عندي وهو موضوع الفيديو الجاية اني اوصل لهاي الخدمة من برات شبكتي المحلية وبأمان الله